اشتركوا في القناة والمجتمع الى امتنانهم لجلالة الملك المفدى وتعهدهم بالعودة للطريق المستقيم خدمة للوطن على تفضلهم وتكرمهم بافراج عن اولادنا وندل على ان نحبهم لهذا الوطن وان شاء الله نتمنى للجميع الخير والسداد لهذا البلد ما اشكر جلالة الملك وما قصر ويعني انا عقوبتي طويلة وهدوني قبل ما خلص حكمي طويل وما قصر يعني ودارة اصلح وتأهل مقصرات وقبل ما اطلعني يعني وما عملته ميانة زينة وما قصرها يعني بعد قبل ما نطلع خذوا فحصات على انه شي يكون والحمد لله يعني ما فيلنا شي والحمد لله يعني واتعهد ان هذي الشي ما يتكرر مرة ثانية اشكر سيدي قاضي البال بن فردة حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله واشكر رئيس الوزراء ابو علي على ما قدمه واهتمامه بشعبه واشكر وليل عهد الامين سلمان بن حمد واشكر ناصر بن حمد حفظهم الله وحفظ الله حكومتنا رشيدة على ما قدموه لنا ورعاونا الصراحة الله يحفظه ان شاء الله اشكر جلالة المالك الله يحفظه ويسلمه لنا ويخلي لنا ذخر له حق بلاده وما قصر انا كنت محكوم ثلاث سنوات قضيت هسنه يعني يا لي فاجئة قولوا لي يا لك مكرمة من جلالة المالك الله يحفظه لنا والله يخلي لنا طوالة العمر ان شاء الله يعني انا خذيتها حين وعد ان شاء الله على الله لانا ما اكرر هذي مرة ثانية هذي وعد ان شاء الله وخلي بعاكها بيتنا كينطروني بعاد وهذا انا بكوئين في الدارب ان شاء الله وفرحهم ان شاء الله هذي وعد ان شاء الله واشكر جلالة المالك وولي العهد وزير داخلية بعد ازال الله الف خير واشكر جنودنا الشرطاء اللي مقصروا معاننا وسواعدونا في كل شيء اشكر جلالة المالك المفدى واشكر الامير خليفة بن سلمان وولي العهد على المكرمة راجعة الاهلي لانسي اشكر جميع يعني حكومات البحراء واشكر جلالة المالك على الشي اللي سوا اول ما ارفق مو شارتهم الفرحة من الارض وكلهم برقاء ينتظرون يستلمون بس الولد وابوه قاعد في البيت ينتظر لنا مشلول ويعني هاي الامور فالدنيا كلها متكركبة على استلمنا الولد اشتركوا في القناة